يعني سياق متصل للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتواصل على قطاع غزة ولم تتغير ملامحها منذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة حيث تواصلت الغرات الإسرائيلية بنفس الكثافة وبنفس القوة وبنفس الشراسة على مدن مختلفة في قطاع غزة بما يعكس أن العملية العسكرية الإسرائيلية لم تتغير لا من ناحية الأهداف ولا من ناحية كثافة النيران ولا من ناحية الاستهدافات المتواصلة لمنازل المدنيين هذا الأمر أعتقد بأنه يأتي في سياق كما تفضلنا متصل منذ بدء هذه العمليات العسكرية بنفس الضراوة وأنه لم تيتغير في خلال المئة يوم أي شيء على مجريات العمليات بل إنها تزداد سوءا شيئا فشيئا لكن أستاذ الشريف الجيش الإسرائيلي تحدث عن دخول المرحلة الثالثة عن انسحابه من عدد من المناطق خاصة في الشمال محاربة الجيوب ليس إلا بينما لا يزال يتوغل على مستوى الجنوب هل كان هناك أي فارق في حديث عن تغير هذه التكتيكات وهذه الاستراتيجيات والضغوط الأمريكية بتخفيف المستوى القتالي للعمليات واعتماد العمليات نوعية أكثر هل كان له أي تأثير أو وقع على المدنيين بشكل عام؟ عموما لا يمكن لنا أن نجزم أن ما يجري في قطاع غزة هو انسحابات حقيقية بشكل العسكري لا يمكن لنا أن نقول أن هذه الانسحابات هي انسحابات حقيقية ربما تكون إعادة انتشار وربما تكون التراجع للأليات العسكرية الإسرائيلية لأن عمليا لا تزال المناطق التي يتم فيها عمليات التراجع للأليات منطقة عمليات بمعنى أن هذه العمليات عرضة للإستهدافات وعرضة أيضا لتقدم الأليات وعرضة للتجريف وعرضة أيضا لهدم المزيد من المنازل لذلك لا يمكن لنا أن نقول بأن ما يجري في تلك المناطق التي تراجعت فيها الأليات هي عمليات انسحاب لأن عمليا الانسحاب من هذه المنطقة يعني الانتهاء من العمليات العسكرية ولذلك كل المعطيات على الأرض التي تؤكد بأن هذه العمليات لا تزال متواصلة لنواحي مختلفة سواء تقدم بري أو تحرك في المناطق التي نتحدث عنها أو الغارات التي تتواصل على تلك المناطق تقول بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال متواصلة بنفس المستوى وبنفس الوتيرة عمليا كل الضغوط التي يتم الحديث عنها سواء كان أمريكية أو عربية أو كل الجهود التي الآن يتم مناقشتها من أجل الوصول إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار كل ذلك لا ينعكس تماما على أرض الواقع لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسير بنفس الوتيرة هذه العمليات تسير بنفس الوتيرة ولكن هل حققت أهدافها خاصة أنه جانب الفلسطيني وفصائل فلسطينية هناك شيء بقناعة على أساس أنه إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها لجهة تدمير حماس وتدمير الجهاد ولجهة قدرة حماس إلى غاية الأمس باستهداف الجانب الإسرائيلي ومحيط غزة برشقات ساروخية لكن بالمقابل تقديرات الإسرائيلية تتحدث عن خسائر كبيرة وجسيمة تتكبدها الفصائل الفلسطينية وحماس لجهة عدد العناصر تابعين لها لقتلوا أثناء هذه المعارك ولجهة أيضا الأنفاق ومدى تدمير الأنفاق أين هي الحقيقة؟ كيف يمكن أن نقرأ من يتقدم الآن؟ عمليا أنا أعتذر أولا لرضاءة الاتصال في غزة بسبب انقطاع خدمات الاتصال عامة في قطاع غزة منذ أكثر من يووي لكن عمليا كما فهمت من السؤال أنه هل حققت إسرائيل أهدافها في قطاع غزة؟ هذا لا يمكن أن يتم الجزء فيه لأنه لحد هذه اللحظة لا تزال تتواصل البيانات سواء كان من كتائب القسام وجناحها العسكري في قطاع غزة أو الجيش الإسرائيلي يقول بأن الاشتباكات لا تزال في مختلف المناطق التي يتم فيها العمليات عامة في قطاع غزة ولذلك لا يمكن لنا أن نزم بأن هذه العمليات لحد هذه اللحظة نجحت فيما يقال لكن أيضا بالإمكان أن نقول بأن المجريات والمعطيات على الأرض لا تزال تشهد اشتباكات مباشرة بين الطرفين بين كتائب القسام وبين الجيش الإسرائيلي بل إنها تزداد ضراوة في نقاط محددة مثل شرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى وهو ما يؤكد بأن هذه العمليات لحد هذه اللحظة تتواصل والاشتباكات متواصلة وهو لا يعطي انطباع حقيقي بأن هذه العمليات قد أنجزت شيئا ما لكن عمليا هذا أيضا لا يخفى بأن كل العمليات التي أجريت في قطاع غزة والاستهدافات المتواصلة بطبيعة الحال ربما تكون أثرت حقيقة على القوة الاندفاعية التي بدأت فيها الأجنح المسلعة في قطاع غزة لكن هذا لا يعني بأن هذه الاشتباكات وهذه أيضا الردود المتواصلة من الأجنح المسلحة لا تزال بنفس الوتيرة وبنفس التصاعد بين حماس وبين إسرائيل شكرا جزيلا لك إذن شريف النيرب الكاتب الصحفي كنت معنا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة